الكثير من القرارات سعاد السفير الصادرة من محافل دولية تخص القضية الفلسطينية لم نجد لها أثراً واقعياً على الأرض جميعها تصطدم برفض وتعنت إسرائيلي فهل سيلقى قرار المحكمة العدل الدولية ذات المصير ما هي خطتكم كي يرى أثر واقعي لهذا القرار؟ يعني أولاً تنفيذ هذا القرار هو تحدي للمنظومة الدولية بشكل عام يعني محكمة الجنيات الدولية جذور تأسيسة من أوروبا هم أرادوا أن يشكلوا يعني شكلوا محكمة خاصة لجرائم حرب يغوزلافيا ومن ثم وصلوا إلى قناعة يجب أن يكون هناك محكمة دولية تحاكم الأفراد فالأوروبيين هم يعني هذا ابنهم هذه المحكمة هم اللي رعوها وأسسوها ووضعوا ميثاقها ومولوها الآن هم أمام تحدي والتحدي هو التالي إما هناك فيه قانون دولي يحترم وينطبق على الجميع أم هذه ستشكل بداية النهاية لما يسمى بالقانون الدولي على ماذا تراهن؟ وصدقني لا أنا لا أراهن على شيء صدقني مئات الألاف والملايين من الشباب اللي بينزلوا على الشوارع في كل عواصم العالم وفي أمريكا تحديدا الموضوع مش موضوع غزة غزة أصبحت رمز لجيل أصبح ينظر إلى يعني فشل القانون الدولي في حماية الشعوب وأنا أعتقد نحن أمام تحدي كبير إما أن نعيد الاعتبار للقانون الدولي وإما أنا تقديري نحن في بداية مرحلة شديدة ستشهد ولادة نظام دولي جديد كيف شكله؟ لا أعرف ومن المبكر الحديث لكن بالتأكيد عدم احترام مقررات المحاكم الدولية عنا محكمة الجنايات الدولية وعنا قرار محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عدوانها على رفح والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها في يناير من هذا العام وإسرائيل لم تلتزم فيها فيبقى السؤال فعلا هل العالم يريد أن يكون أن نحافظ على هذا النظام الدولي اللي بالمناسبة هذا النظام نشأ بعد الحرب العالمية الثانية فقط لحماية الناس لحماية الشعوب بعد ما حدث في الحرب العالمية الثانية بالتالي هذا هو التحدي إحنا لن نستطيع ولا كل الدول العربية لن تستطيع أن تفرض تنفيذ قرارات المحكمة هل الخلل بالأمم المتحدة ومؤسساتها أم الخلل بأمريكا الأمم المتحدة هي وليدة مكوناتها هي وليدة نظام أعطى خمس دول حق الفيتو وبالتالي أعطاهم الحق في إعاقة تنفيذ أي قرارات ذات مغزى ومعنى لكن إذا لم نحترم قرارات المنظمات الدولية سواء محكمة الجنايات أو محكمة العدل الدولية أو قرارات مجلس الأمن بالتالي يعني المنظومة القانونية الدولية عليها السلام يعني هذا السؤال سعد سفير يجرني فورا للسؤال التالي هل لديكم ضمانات من الدول يعني صاحبة اليد الطولة لتنفيذ مضمون هذه القرارات لا 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 توجد لدينا أي ضمانات إحنا كنا منعتقد أنه قضية لا تحتاج إلى ضمانات عندما تصدر قرار من هيئة دولية من محكمة العدل الدولية كل دول العام بالمناسبة إسرائيل عضو فيها وإسرائيل وقعت في عضويتها على احترام مقرارات المحكمة الأمريكان عضو في هذه المحكمة وموقعين على ميثاقة إذا سنصل إلى مرحلة لن تحترم فيها هذه القرارات كما أقول نحن ستسود شريعة الغاب في المجتمع الدولي سيصبح قانون يعني منظومة دولية تعتمد على القوة ولا تعتمد على الحق ولا على القانون الدولي